أدوات وأفكار وأجهزة حديثة وزكية حتشوفيها معايا في فيديو النهاردة أتمنى تكونوا بألف صير وإنتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده منتجات جديدة حنعرضها معاكم في الفيديو ده وكل المنتجات دي مهمتها إن هي تساعدك إن هي تخلي حياتك سهلة وبسيطة وبتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في المطبس أو في البيت بشكل عام فلو دي أول مرة بتشوفي بها القناة أتمنى أنتي تنضمي لنا ودعا طريق الضفط على زر الاشتراك ولو بتحب إن هو يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة بشكل يومي تقدري إن أنتي تفعل جرس الإشعارات لإشعار الكل ودلوقتي حنبتدي إن احنا نشرح كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده ونشوف إزاي نقدر إن احنا نستخدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو حكلمك عن الطرق البسيطة والسهلة جدا اللي تقدري من خلالها إن أنتي تجيبي كل المنتجات دي وتوفري على نفسك وقتك وجهدك بحيث إن أنتي تقدري تستفيد منهم في حاجات تانية وهنا في البداية معنا طبقه بييجي معه مصفى كده تقدري إن أنتي تسلي وتصفي من خلاله الخضار والفاكهة أو تقدري كمان إن أنتي تستخدميه لغسل اللحمة أو السمك يعني ليه كذا طريقة في الاستخدام وتقدري إن أنتي تستخدميه كمصفى أو كطبق تقديم بعد كده حنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفوط اللي عندها قدرة عالية على انتصاص السوائل واللي أهم من كل ده إن طريقة تنظيفها سهلة جدا ما بيلزقش فيها البقع والدوون يعني تستحمل معاك وتقعد معاك الفترة طويلة وتقدري إن أنتي تستخدميها في تنظيف مفتلة في الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده حنشوف مع بعض عندنا جهاز مؤفت للوقت طبعا الجهاز ده صغير جدا تقدري إن أنتي تسبتيه عندك على الشفاط أو على جنب التلاجة وتعير عليه الوقت مثلا للأكل بتاعك أو لأي حاجة تانية أنت عايزها بعد كده حنشوف مع بعض عندنا منظم للعصير المنظم ده تقدري إن أنت تسبتيه عندك في التلاجة أو تخليه برى التلاجة وتعملي فيه مختلف المشروبات اللي أنت بتفضليها سواء الاستخناء أو البردة وغير كده بيجي معاك فوها كده أو مصفة تقدري إن أنت تضيفي بيها قطع الفكهة أو التلج لو أنت عايزها واستخدامه سهل جدا زي ما إحنا شايفين مع بعض دلوقتي من خلال الفيديو وهنا معانا مجموعة من أدوات التسبيت اللي تقدري إن أنت تثبتيها على الجدار بدون استخدام أي أدوات للتسبيت وتنظم عليها الفوط أو تستخدميها لتنظيم الأحزائق الخاصة بالحمام بتاعك بعد كده حنشوف مع بعض عندنا فرشة خاصة بتنظيف الأحزائق الفرشة دي طريقة تصميمها بتساعدك إن أنت تنظفي كل الأحزائق من كل الزوايا وكل الأماكن بكل سهولة وتحصل على أفضل نتائج التنظيف وغير كده استخدامها عملي جدا ومرن مش بتتعب إيديك خالص وبتساعدك إنها تنظف لك كل الأحزائق بطريقة بسيطة وسهلة جدا هنا عندنا أطاعة الخضار والفكهة طبعا بيجي متوفر معها كذا شكل من أشكال التعطية تقدر إن أنت تبدلي الأشكال دي على حسب الحاجة اللي أنت عايزة تقطعيها وغير كده كمان الأطاعة دي بتحتوي على مصفر يعني ليها كذا طريقة في الاستخدام هنا بقى معانا فرشة ومكنسة بنفس الوقت وبيجي معها الجرور الخاص بيها طبعا تقدر إن أنت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة في التنظيف ممكن تنظفي بيها السجاد أو البلاط أو الرخان أو الجدران وأنا معانا الممسحة الجميلة دي طبعا بيجي معها التشط الخاص بيها واللي بيستعدك إن أنت تعصريها من كل المياه ومن كل مواد التنظيف اللي بتبقى موجودة عليها وبعد كده تقدر إن أنت تستخدميها في تنظيف مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده معانا فرشة التنظيف الفرشة دي مصنوعة من السيليكون تداري إن أنت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وطبعا الفرشة دي مارينة وعملية جدا في الاستخدام وطبعا الفرشة دي بتساعدك إن أنت توصلي الأصعب الأماكن وتنظفيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده حنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر إن أنت تثبتها عندك على خطون المياه وبعد كده تثبتها علي إسفنجة غسيل المواعين أو مختلف لوازم وأدوات تنظيف المواعين بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا أداة لتنظيف كرسي الحمام بتبقى عباره عن مقبض وبيجي متوفر معاك كذا قطع إسفنجية بتحتوي على صبون أو على مادة تنظيف بتساعدك إن أنت يتعقمي وتنظفي كرسي الحمام عندك بكل سهولة بعد كده تعالوا نشوف مع بعضها عندنا مجفف للخضار ومجفف للفاكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة ووسيطة جدا بس دي بتساعدك إن أنت تحصلي على أفضل النتائج اللي أنت بتبقي احتجاها من تكفيف الخضار يعني لو أنت عندك مثلا ملوفية أو خص أو أي نوع من أنواع الخضار تقدر إن أنت تجفيفه بكل سهولة باستخدام المجفف ده وهنا معانا الرول اللاصق اللي تقدر إن أنت تثبتيه عندك على داير كرسي الحمام أو على داير الحوض عندك وطبعا بيجي متوفر عندك بألوان وأشكال مختلفة هنا بقى حنشوف مع بعض عندنا أداة بتساعدنا إن نحن نستخدم كل الصبون اللي بيبقى متكسطر عندنا أو حتى الصبون السليم وننظف من خلالها مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندنا زي السجاد أو البنطيل أو مختلف أنواع الهدوم اللي بتبقى موجودة عندنا هنا بقى حنشوف مع بعض عندنا شماعات ومشابك في نفس الوقت طبعا تقدر إن أنت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر إن أنت تنشر عليها الهدوم أو الشربات أو الملابس الداخلية بكل سهولة هنا بقى حنشوف مع بعض عندنا المنشر الصغير ده طبعا بيجي متثبت عليه مشابك تقدر إن أنت تنشر عليها الشربات أو الملابس الداخلية طبعا المنشر ده تقدر إن أنت تثبته عندك على الجدار بكل سهولة وطريقة استخدامه سهلة جدا وبين معاك دلوقتي من خلال الفيديو هنا بقى حنشوف مع بعض عندنا الجهاز أو الأداة اللي بتساعدنا على صنع الآيس كريم طبعا تقدر إن أنت تستخدمي أي نوع فاكها أنت بتفضليه وباستخدام الجهاز ده تقدر إن أنت تعملي وتصنعي أي نوع آيس كريم أنت بتفضليه بعد كده معانا أداة متطورة جدا بتساعدك إن أنت تنظفي الشبابيك أو الملايات عندك بكل سهولة وهي بتحتبي على إسفنجة وعلى أشاطة يعني تقدر إن أنت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وأهم حاجة إن هي بتديكي أفضل نتائج التنظيف اللي أنت بتبقي محتاجات هنا معانا مكنسة وأشاطة بنفس الوقت تقدر إن أنت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وأهم حاجة في الأداة دي إن هي حجمها كبير شوية يعني الأداة دي حتساعدك إن أنت تنجزي في شغل البيت وهنا معانا الممساحة اللي بتساعدك إن أنت تنظفي كل زوايا البيت بكل سهولة طبعا الممساحة دي متسبت عليها قطع كده من القماش تدري إن أنت تشيريها وتصطيليها وترجعيها تاني علشان تنظفي بيها مختلف الأسطح اللي بتبقى مبوضة عندك في البيت طبعا الممساحة دي عملية جدا وغير كده عندها قدرة عالية على انتصاص الماء والسوائل الحقيقة إحنا شايفين مع بعض المجموعة متمايزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام لو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى أنتوا تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زجان لايك ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة تعرضت في الفيديو ده ادرجوا أن تكتبوا لي في صندوق التعليقات وأنا حرد عليكم في قرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شوفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا إزاي نقدر أن احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة إنها كلها أدوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر أن أنت تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتفاهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت أمل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر أني تعرفي إيه يا الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وبعد ما اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت إن احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لك على حسب المكان اللي انت متواجدة به فبدايات كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيب كل المنتجات والأدوات دي عن طريق تطبيق علي اكس براس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها ان هي تكليف الشحلة بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة الاسعار البضاعة فهي بتبقى متغوتة يعني في عندك ادوات او انت كانت بتبقى اسعارها معقولة وفي ادوات تانية تبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايز تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة حيبقى ليها استعرم اختنص وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا دي تبقى دايما غنية انما مثلا الشحن الانديكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منصط شوية او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا من انتوا تتندوها على حسب المكان اللي انتوا متوجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحديدكم مشكلة تكليف الشحن غير صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كديرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتلتعي طبعا الحاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوظة او على حسب المكان اللي انتوا موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتوا موجودة في مصر او في الاردن معرفش بقى لو انتوا مثلا في السرادية او في الكويت وانتوا تلاقي الصفحات دي او لا اهد بس ما عايز اقولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدرون انتوا تكتير في خلق البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انتوا موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي ابل كده في فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدرون انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي تبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج مني بجهة الغوية بتبقى كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى انه ويكتب لنا بخلط التعليقات علشان الكلد يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو تكون عجبكم وانه كل الادوات والمنذجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم متنسوش تشجيع وتشجيع القناة بتبغط على زر اللايك وتدارون انتم تضغطوه على زر الديسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدرون انتم تكتبوه في التعليقات وانا حرد عليكم في قراءة وقت ممكن نستنون ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو الجديد بكرة سيبكم في رائع تلي